بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هاد الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله غاد نحطوا واحد الوصفة خاصة بالبنات اللي بغوا القبول ديالهم وهو القبول ديالهم إن شاء الله غاد نحط لمواحد القبول رائع وكثر من رائع اللي غادي يعجبكم وغادي يعطيكم القبول في قبول إذن البنات اللي يتلوني على القبولات غادي نحطوا دابا ولكن قبل ما نبدأ غادي نبارك لكم العواشر وإن شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والعافية ويدخل عليكم بكل ما ستمنوا يا ربي آآ شكرا على التعليقات الإيجابية وشكرا على المساندة في القناة وتنشكركم بزاف واللي يدخل عندي مرحبا به واللي يبغى وصفات آآ ما فيهم لا شركيات لا ولو فيهم غير ربانيات وفيهم غير كلام الله وأسماء الله الحسنة والطاقة النورانية وألا بذكر الله تطمئنه القلوب إحنا مع الله الله يكون معنا آآ الله سبحانه وتعالي لكني معاه يكون معك ولكن اليوم غادي نحطوا واحد القبول اللي إن شاء الله ساهل ماهل ويقدر يديروا اللي قاري واللي ما قاريش لأنه بزاف الناس حطوا لي تعليقات قلقين الناس اللي مقاريين شوما حطوا لهم قبولات غادي إن شاء الله غادي نحطوا هات القبول اللي فيها أسماء الله الحسنة يقدر أي واحد ينطق بأسماء الله الحسنة إذن آآ ألا بذكر الله تطمئنه القلوب آآ إن شاء الله كما تتشوفوا حاطين الصريرة تحت راسنا آآ لأن الصريرة غادي نحطوا فيها غير الحاجة الزوينة والحاجة اللي عندك في الدار آآ إن شاء الله آآ غادي تديري واحد الوصفة اللي انتي عندك في الدار ما غاديش تخرجي لعند عطار لاتيش حاجة أول حاجة إن شاء الله بحول الله الحنة إذا كانت عندك في الدار تقدر تديريها مع الصورة ديالك مع السكر مع خاتم مع خاتم أي خاتم عندك أي خاتم ديالك ديال الفعل إن شاء الله غادي نشد الصورة ديالي غادي نحطها في السكر والحنة والخاتم ديالي غادي نقرأ عليها يا جامع يا جامع يا جامع يجامع يجامع مئة مرة غادي إن شاء الله أي واحد قارئ أو ما قاريش غادي يقول هذا الكلام يجامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني مع أمنيتي يجامع 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 الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني مع أمنيتي ينسى الله مقاريش يتبع مع الفيديو ويقرأ طريقة سهلة مهلة يا جامع اجمعني مع أمنيتي الأمنية اشنو بغيتي الأمنية بغيتي زواج بغيتي عمل بغيتي أي حاجة ولكن الخاتم يبقى مع السكر والحنة غادي إن شاء الله نبيته تحت رأسي نبيته تحت رأس ديلي ليلة يوم رمضان الليلة اللي غادي يكون رمضان إن شاء الله فشبال الهلال بأن شهر رمضان غادي يصبح غادي نبيتها تحت الرأس ديلي غادي تقولوا لي الحنة غادي تكون مدقوقة أو لوراق اللي عندكم ديروه المهم معلقة الحنة تكون مدقوقة أو ووراق السكر معلقة صغيرة حبيبات أو قطعة سكر الصورة ديالك اللي غادي نرشها بالريحة ونحطها في السكر مع الحنة وخاتم خاتم الفال الخاتم الفال اللي غادي نديروه ما غاديش نديروه بصبعي ولكن يبقى مع الصورة مع السكر مع الحنة الحنة اللي غادي إن شاء الله بحول الله غادي يبقى معها كصريرة وغادي نحطها غادي نحطها تحت الرأس ديالي ليلة كاملة ليلة قدوم شهر رمضان إذن غادي تبقى ليلة كاملة تحت الرأس ديالك من يدخل رمضان تكون بيتها تحت رأسك فجر إن شاء الله تنود تسلي غادي تاخذي واحد المقلات أول يوم في في رمضان مع الفجر غادي تبخري بهذيك الحنة والسكر وغادي تقري تبقي إنت تتبخري في مقلات عادي جدا الصورة ديالك غادي تهزيها مع شوية الحنة وشوية السكر غادي تخليها مع خاتم خاتم الفال غادي تخليه تحت الملابس ديالك إن شاء الله بحول الله وإنت تتبخري وتتقري يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع بحقي اسم الجامع أن تجمعني مع أمنيتي يا جامع يا جامع يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني مع أمنيتي يا جامع إن كان زواجا أو كان عملا أو كان صفرا أي حاجة كانت تقولي يا جامع يا جامع الناس اللي ما قارينش يقولوا يا جامع يا جامع بغيتك تجمعني مع الأمنية ديالي إلا كان عمل إلا كان زواج وبخري بهذا السكر والحنة خلي الصورة ديالك اللي مرشوشة بالريحة مع خاتم الفال مع قليل السكر والحنة خليهم تحت الملابس ديالك إن شاء الله كل مرة نهز ديالك الصورة ونقرأ عليها اسم الجامع ونبقى نقرأ اللهم اجمعني مع أمنيتي اللهم اجمعني مع أمنيتي بش حال غادي تبقى هاديك السكر والحنة غادي تبقى طيلة شهر رمضان وانتي تتسبحي باسم الجامع على أمنيتك وهاديك الصورة والفال هيبقى تحت الملابس ديالك حتى يكمل شهر رمضان وغادي تلوحيها في مكان عاشب والصورة ديالك غادي تحتفظي بها لأن صورتك هديك إلا كان شخص معين معاك غادي تحطيه في الخاطر ديالك وفي البال ديالك وتقولي يا ربي تجمعني مع فلان ولد فلانا يا ربي بغيتك تجمعني مع فلان ولد فلانا بغيت فلانا بنت فلانا تجمع مع فلان ولد فلانا تبقى تقرأي اسم الجامع تواضبي عليه ولكن تحط شخص معين بغيته يدخل العتبة أو بغيته يكون معاك حطي اسم الجامع يا جامع اجمعني مع فلان ولد فلانا أنا فلانا بنت فلانا بغيتك تجمعني مع فلان ولد فلانا بحق اسم الجامع أن تجمعني مع أمنيتي إلا أحبابي اسم الجامع تجمع القريب والبعيد ينسي لك أن نغيب عليك اسم الجامع تقرب اسم الجامع تقرب الشخص اللي بعيد عليك لا في الخاطر ولا في القلب ولا في العقل سبحان الله تتضمري شنوى التضمير انك تتحطي الشخص المعين في الخاطر ديالك وفي البال ديالك وفي جوارح ديالك بانك بغيتي هدك الشخص وغاتي تتبرك في غرفة جالسة امام القبلة غاتي تصلي ربعات الركعات وتغمضي عينك وتحطي الشخص المعين في الخاطر ديالك وتقولي يا جامع يا جامع يا جامع الف مرة وتحطي الشخص اللي بغيتي يوصلوا الارسال باسم الجامع وغالي يا ربي بحقي اسم الجامع ان تجمعني مع فلان ولد فلانة بغيته في الحلال بغيته للصواب بغيت انني نكون زوجة دياله بغيته يكون زوجة ديالي ان كان صالحا يا ربي بحقي اسم الجامع ان تجمعني مع هدك الشخص المعين. اه اسم الجامع من ارواع الاسماء. اللي اختارهم الله لنفسه. اذا اسم الله الحسنى كلهم اه عندهم طاقة نورانية عندهم اه العظم ديالهم عندهم النصر ديالهم عندهم كل اسم تي عظم في الله نفسه. اذا اه الله كريم الله جواد اسم الجامع المطلقة اه تقدر المطلقة تقدر تخدم بهد الصغر البانية ان شاء الله وغادي تكون باذن الله اما يجمعها الله مع الامنية ديالها تعود زوج واما اه تبقى داوم على اسم الجامع وان شاء الله غادي ربي يسهل الامور وغادي الى كان في خير ربي غادي باسم الجامع غادي يردو لك باذن الله. اذا احبابي ما بقى ليما نقول لكم في هات الصغر الا ديروها بصفة النية وكونوا على يقين بان الله سبحانه وتعالى هو اللي تيعطيه هو اللي تيقلعه هو اللي تيجيب اي حاجة اسماء الله الحسنى كلهم رائعين واكتر من رائعين بحول الله وقوته غادي تكونوا ايجابيين. الى عجبكم الفيديو خلوا لي لايك ما تنسوش لايك دعموا القناة فعلوا الجرس تابناو بحول الله وقوته بكم انتو ما باش غادي نزيدو وبكم انتو ما باش غادي نواصلو ان شاء الله معكم وان شاء الله تكونوا بخير في هاد العواشر والسلام عليكم ورحمة الله